سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحلقة الأولى سيدنا مرحباً شكراً يا أولاد هناك زحمة شديدة في المواصلات يبدوا أن الناس يستعدوا الإحتفال بعضلات حصاً تغريباً شعبناً لكي نصريك بالمناسبة أنا سمعت أنه مناسبة عيد الأطحى والفيدة مرتبطة بسيدنا إبراهيم عليه السلام لكي دياريت يا خالة صفية تحكي لنا قصة سيدنا إبراهيم وتفاصيل الفيدة لكي نعرف لإننا وليت زماننا بكل سرور يا أمون يا بيدي تسلمي أنا سمعت لكي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مرحباً 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 يا سلام نحن الليلة مشتاقين وجاهزين يا خالة صفية لكي نسمع القصة الممتعة سيدنا إبراهيم عليه السلام يا أولادي كان اسمه في المدايا أبرام وعشان نعرف نسبه خلونا نرجح شوية الوراء طبعاً أنتو عارفين قصة سيدنا نوح عليه السلام وحكايتو مع التوفان أيو الله بعض التوفان داك كل زرية نوح يتوزعوا في مناطق مختلفة من العالم هذا بأمر الله عشان يتوالدوا ويتضاعفوا ويعمروا الأرض أيوة أبرام يا جماعة هو ولد تاريح وتاريح دا كان واحد من زرية سام إبنوح عليه السلام وكان عايش في بلد اسمها أور الشجدانيين كان عندو ولدين تانين غير أبرام وهم ناحور وهاران لكن هاران ماد قبل أبوه تاريح وكان عندو ولد واحد هو لوط وبتين هم ملكة ويسكة أما أبرام أخوه تزوج واحدة اسمها ساراي وساراي دي كانت عاقر ما بتليد الله قال لي أبرام يا أبرام قوم أرحل من بلدك وخلي أهلك وامشي للمكان الحرشدك ليهو وهناك حاجعلك أبو لأم عظيمة جداً وحباركك وبارك الأمة دي وخلي اسمك يكون عظيم وأبارك كل زول يقدرك وألعن كل زول يلعنك وكل الناس في الدنيا حيتباركوا بسببك وبعد ذاك تاريح ساق ولده أبرام وساراي زوجة أبرام ولوط ورحلوا من بلدهم أورو الكلدانيين أورو الكلدانيين دي وأني أخذت صفية؟ البلد دي يا أولادي هي في العراق اليوم أهات جماعة دين رحلوا منا وتوجهوا لأرض كنعان اللي هي اسمها فلسطين حاسي بالله لكن قبل ما يصلوا فلسطين مروا ببلد اسمها حاران وحاران دي كانت قريبة من نهر الفراط اشتقروا فيها الفترة وهناك أبرام بيقى عنده مجموعة من الخدامين وتاريح والد أبرام مات هناك وكانوا عمره ماتين وخمسة سنة ماتين وخمسة سنة؟ ماتين وخمسة وبعد من التارح أبرام فعلا نفذ أمر الله ورحل من البلد ديك ولما رحل كان عمره في الوقت داك خمسة وسبعين سنة وطبعا كانت معاه زوجته ساراي وودخوه لوط ويا أخذت صفية؟ نعم أنا مرة قريت في كتاب نحا إنه أبرام دا لما رحل بمواشي وخدامينه وسافروا كلهم لبلاد كنعان استمروا في سيرهم لغاية موصلوا لمكان موجودة فيه شجرة بلوت دا كلام صح كان اسمها بلوت المعلم اي صح في منطقة شاكيم اللي هي مدينة لابلوس اليوم دا صحيح وطبعا الكنعانيين كانوا هم سكان البلادي دا كلام صح موسيقى وهناك في شاكيم الله ظهر مرة تاني لأبرام وقال ليهو يا أبرام أنا حد الأرض دي لزريتك وأبرام بعد الكلام دا بنى ما نصل تقديم الضبايح لله وأبرام يا جماعة كان بيرحل من بلد لبلد داخل أرض كنعان عشان كده رحل من منطقة شاكيم لسلسلة الجبال في شرق بيت إيل وهناك بنى منصة تانية لتقديم الضبايح وشكر الله وبعد ذاك تابع سفره للنقب جنوب بيت إيل موسيقى وأثناء وجود أبرام في النقب حصلت مجاعة كبيرة عشان كده أبرام خرر إنه يسوق زوجته ولوت واددخوه ويسافر لي مصر لكن في الوقت دا كان بيفكر في أنه المصريين يمكن يعجبون جمال زوجته وياخدوها منه أبرام كان بيفكر ويقول لي نفسه الله أنا ما عارف الصرق كيف وأنا داخل علي مصر وساراي للجمالة ذاك أنا لازم أكلم ساراي وأتفق معاها على خطة ساراي يا ساراي أيوة نعم يا أبرام أسمعيني يا ساراي أنا داير أقول لك شيء أيوة يا أبرام قول يا ساراي أنت طبعا زولة جميلة جدا ما شاء الله شكرا عشان كده أنا خايفة ممكن واحد من الحكام المصريين ديل يقتلني بسببك قلت شنو؟ يقتلوك بسببك؟ الله لا قدر ليه بتقول كده؟ لأنهم حيحسدون على جمالك طيب وبعدين؟ هنعمل شنو لو دا حصل في علامة؟ نحنا لازم نتفق على كلام من هزة أيوة لو دا حصل أحسن شيء إنك تقولي ليهم إنك أختي طيب طيب وبالطريقة دي أظنهم حيعاملوني معاملة كويسة وحيخلوني أعيش عشان خاطرك طيب خلاص كويس إذا سألوني حقوليهم إنك إنت أخوش والشي اللي توقع أبرام فعلا حصل لأنه لما أبرام وثاراي وصلوا لي مصر المصريين شافوا ثاراي وينبهروا بي جماله والرجال اللي كانوا في قصر فراعون بالذات مشوا وكلموا فراعون عنا وعن جماله وعن الراجل المهاها فراعون طلب إنه يشوفهم الاثنين والحراس ساقوا ثاراي وأبرام وودهم لي فراعون وفراعون لما شاف ثاراي ينتزهل من جماله وقال ماما عقول السدي حلوة جدا طيب يطلع من الرائل وعلا وفراعون طبعا كان عاوز يعرف العلاقة بين ثاراي وأبرام عشان كده سأل أبرام وقال ليه انت اسمك منه؟ أنا اسمي أبرام يا جلات الملك ودي أخت ساراي نحن جينا شاردين من الجوع عشان نحتمي بيكم وببلدكم العظيمة يا مولاي مرحب بيكم في مصر وبعد ذاك ساراي أقامت في قصر فراعون حسب رغبته طبعا وعشان خاطرة فراعون أدى أبرام هدايا كثيرة من الجمال والبقر والغنم والحمير والخدم لكن الله ما خل الموضوع دي مرساكت دي وبسبب ساراي نزل غضبه على فراعون وكل السكنين معاه وضربهم بأمراض خطيرة وبسبب الأمراض دي فراعون قال هل بحصل لين يا دي شنو؟ الأمراض الفتاكة دي جاتنا من وين؟ ولما فراعون حرف إنه الضربات دي حصلت ليهم بسبب ساراي رسل حراسو عشان يجيبوا ليهو أبرام والحراس مشوا ويجابوا أبرام فعلا ولما وقف قدام فراعون فراعون سأل شنو اللي عملتوا فينا دا يا أبرام؟ أنا أهههههه ليه ما قلت من الاول إنه ساراي زوجتك؟ يا كنتها كنتها.. ليه قلت من انا أختك؟ لا بس لأ أدريت إنه كنتها ازوجة.. طيب دلوقت هيا أخذ مرتك وروح من هنا حاضر حاضر تفايا اللي حصل ليني بسببك يا حراس.. يا حراس.. نعم يا حراس.. نعم نعم اخذ الراجل دا وزوجته وحاجاته وطلعوهم من مصر برا يلا حاضر حاضرinchي الملك حاضر وابرام أخذ حاجاته كلها وساك زوجته ساراي وودخوه لوط وطلعوا من مصر وتوجهوا للنقب ومن النقب اتنقلوا من حدة لحدة لغاية ما وصلوا للمكان في اتجاه بيت قيل وفي نفس المكان النزل فيه وقبل كده المكان ده هو نفس المكان اللي كان ابرام بنى فيه منصة لتقديم الضبايح لله وابرام شكر الله هناك مرة تانية ايوه وابرام يا جماعة لما طلع من مصر كان غني جدا كان عنده مواشي ودهاب وفبة وخدامي ولوط اللي كان مسافر معاه كان برضه غني جدا عنده بقر وغنم وخيام وخدامي عشان كده كان المرعة ضيق على أبرام ولوط خاصة وانو الكنعانيين والفرزيين كانوا بيسكنوا هناك كمان وحصلت مشاكل بين الرواعية بتاعتين أبرام والرواعية بتاعتين لوط وابرام قال لي لوط يا لوط يا ابني انا ما داي الرواعيتك ورواعيتي يتشاكلوا وبسببهم نحنا كمان نتخاصم خاصة ونحنا أهل كلامك صاح يا عمي لاقين الحل شنو يا ولدي الارض قدامنا واسعة انت اختار لك اي محل وامشي ليه وانا بشوف ليه حتة تانية وبالطريقة دي حنحل المشكلة ونحفظ علاغتنا ببعض طيب يا عمي انا موافق شكرا لك طيب يا جماعة لا ما تقول لدارة كيفية انا مضحي دارة كيفية ولا يجب مكانا والله القصر طويل والله طويلة جدا القصر عشان كده حقسمها لأجزاء خلاص خلاص يا جماعة في المرة الجاي حقليكم الجزدان شكرا لك لانو بقصحي تحية زروق اخريت طوما درس يجدين